السيدات الرئيس، إننا كلنا نود أن نرى نهاية لهذا الصراع والأمر الأفضل هو الوصول إلى السلام والاستقرار وإنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب لإسرائيل ولكن إن هناك الكثير من الأمور التي تعرقل ذلك فبعضهم يتم ذكرها في هذا المقام إن هناك الكثير من المجموعات التي تسمى مجموعة رهبية ولديها الكثير من المحتجزين ودعوني أقول إنه لن يتحقق وقف إطلاق النار بدون إطلاق صراحي المحتجزين هذا أمر واضح للعيان بالنسبة للسلامة الخاصة بالمحتجزين لابد أن يأخذ بعين الاعتبار وكلنا نعلم أن المباحثات على هذا المستوى العالي سيكون لها نتائج جيدة لذلك فإننا نعمل ليلة نهار حتى نصل إلى نتائج إيجابية في غزة ويتم رجوع المحتجزين إلى أسرهم أنا أيضا أقدر كل القلق الذي لديكم فيما يخص المليون ونصف مليون من المدنيين في رفع وإن فخامة الرئيس بايدن قد تكلم عن ذلك وقد رفض التهجير القصري لأهل غزة لأن ذلك سيكون له تداعيات على السلام والأمن لذلك فإننا نركز ونؤكد على التعامل مع الموقف كما هو لذلك فإسرائيل لا بد أن تحذر ولا تستمر في عملياتها في رفع ولذلك فالشرط الوحيد هو أن تحمي المدنيين ولذلك فإننا هناك ثلاثة أشياء لابد أن نركز عليها لإنهاء هذا السراء وقف إطلاق نار مؤقت من أجل خروج المحتجزين ومرة أخرى هذا هو الأمر المهم حماية المدنيين هو الأمر الثاني وإننا نركز عليه وأيضا نحتاج أن يكون هناك دخولا للمساعدات الإنسانية وفقا لبعض الخطط التي يتم وضعها ولا يجب علينا أن ننسى أن هناك مليون ونصف مليون من المدنيين في رفع وهم الآن ليسوا في موضع خطيرا ولذلك فعلى إسرائيل توخي الحذر وهؤلاء لم يشتركوا في أي أعمال عنف لذلك فإننا أصلا وفي المقام الأول نؤكد على احترام القانون على الدولي وعمل كل ما هو في أيدينا من أجل حماية المدنيين وفي النهاية حتى يتم تنفيذ ذلك ودخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير فلابد من فتح المعابر لدخول هذه الشحنات فهدى مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة أن إسرائيل عليها أن تتخذ كل الإجراءات وبشكل فوري لدخول المساعدات الإنسانية الزملاء الأعزاء دعوني أقولا في الأساس الولايات المتحدة الأمريكية تعلم وتؤكد أن المباحثات والدبلوماسية على الأرض التي ستؤدي إلى إنهاء هذا الصراع وفوق ذلك فالولايات المتحدة الأمريكية تضغط بشكل كبير من أجل دخول المحتجزين من أجل خروج المحتجزين وبذلك الوصول لوقف إطلاق النار وهناك ضغط كبير من أجل قابول المعاهدة التي هي على الطاولة وهذه هي الأسس من أجل السلام في غزة ووقف المعاناة نحن نعلم أن الكثيرون قد لقوا حدفهم في غزة من السيدات والأطفال وإن هناك الكثير من الهجمات الجوية التي أثرت على الجميع والكثير من الأمهات لا يعلمون إذا كان أبنائهم على قيد الحياة أم لا ولذلك فإننا ندعو على جميع إلى وقف إطلاق السواريخ ووقف العمليات العنف لأن عمليات العنف هي عمليات مدانة من قبل الجميع والجميع لابد أن يعمل عنك ثباء كل يوم من أجل حماية المدنيين إن هذا أمر خطير جدا للجميع ومهم جدا لنشر السلام في المنطقة إن هذا نعمل عنك ثباء ولدينا الكثير من الجهود الدبلوماسية من أجل وقف هذا الصراع